اهلا احبائنا مشاهدين في كل مكان حديثنا اليوم موضوع في غاية الاهمية عن اهمية قيادة الروح او القيادة بالروح القدس في حلقة ماضية تكلمنا عن يوم الخمسين عن انسكاب الروح القدس وعن تميز هذا اليوم يوم الخمسين وتميز الروح القدس لكن اليوم رح ناخد الموضوع بشكل عملي اكتر واليوم رح نتكلم عن اهمية القيادة يعني اقصد الانقياد بالروح القدس او كيف تكون تحت سيادة وسلطان الروح القدس وهذا الموضوع كتير كتير مهم لانه فيه كتير تعليم مغلوطة فخليني في البداية اقول عندما اقول الروح القدس هو واحد في الجوهر في الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس الاب له وجود ذاتي والابن هو الكلمة المتجسد والروح هو الروح المحي واحد نقول واحد وليس اسماء لكن اسم واحد والروح القدس هو الله يعمل من الخليقة كان روح الرب يرف على وجه المياه الى اخر آية في الكتاب المقدس المقصود الروح القدس والعروس يقولان تعال فالروح القدس ليس مجرد يعني اختبار هيك يعني مستكل او روحاني ولا هو مجرد تأثير او قوة معينة كما يدعى البعض والروح القدس ليس هو نبي من انبياء الله والروح القدس ليس هو الملاك جبرائيل لو قلنا هذه المسميات على طول يناقض الكتاب المقدس ولكن اليوم رح ناخذ الموضوع بشكل عملي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير لأقدم ضيف هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر اهلا احبائنا مشاهدينا بحب اقدم ضيف الحلقة وهو لأول مرة معنا على برنامج ليكن نور برنامج بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة وفيك تشوف هنا على الصفحة ايضا وعليوتيوب طبعا اخوي اشرف هو صديق قديم غالي صديق عزيز رجل اعمال في كندا وحاز على شهادات كثيرة ولكن يعني هو ايضا حائز على شهادة اللاهوت في دكتوراه في اللاهوت وعوزين طبعا نسأل بعض الاسئلة في هذه الحلقة هو يمكن ضيف لأول مرة ولكن هو اخ عزيز يؤمن برسالة وارسالية ليكن نور وبرامج نور لجميع الامم دكتور اشرف اهلا وسهلا فيك انت معانا على الهواء السيس نصاري يسعدني وشرفني ان نكون معاك انت عشرة عمر طويلة وانت علمتنا كلنا الميديا تشتغل ازاي حبيبي وانت بالفعل بصماتك على الميديا المسيحية العربية محفورة في قلوبنا ومحفورة في عقولنا وكلنا بنحاول نطلع عليك ونبقى زيك لكن الرب يدينا نعمة ان احنا نتكلم ونتواصل ويرد على الاسئلة انت عايز قبل ما ابتدي بالاسئلة حتى طبعا جمهورنا يعرفك اكتر اخ اشرف انا رح ان لديك اخ اشرف لانك انت صديق وغال علي يعني اللي ما بيعرفك انت انا اللي بعرف انك انت رجل اعمال وعندك شركات ولكن اي الاهتمام يعني اي اللي برغم كل مزاحم الشغل انك تروح تدرس لهوت تاخد دكتوراه في لهوت حتى تخدم الرب احنا كلنا بنشتغل وده الشغل بتاعنا ده اللي بنكون بنعيش زي ما كان بوليس بيعمل خيام لكن شغلتنا الاساسية ان احنا نكون في عمل الرب فعشان اكون في عمل الرب واكون على مستوى العلم اللي بتطور كل اللحظة والتكنولوج فدخلت ودرست وخدت ماجستير في لهوت وخدت دكتوراه في لهوت وخدت ودرسات كتابية عشان اقدر اكون لما اقول الكلام يكون الكلام طالع مدروس مفهوم على مستوى التفكير الجديد وتفكير العقل اللي تطور بشكل غير عادي في اخر مئة سنة اسرع من كل عمر الانسان فعشان كده ده اللي خلاني ادرس اللحوت وادرس الالكتاب مقدس عشان لما نقدر نقول الكلمات نقول الكلمات نستطيع ان احنا نواجه ونتكلم بامانة وبصدق وبحكمة للناس اللي ما تعرفش يسوع وللناس اللي تحب تعرف عن يسوع اكتر معلومات الصحيحة الدقيقة حسب الكتاب المقدس الموجود مش حسب مخيلاتنا ولا تفكيرنا ولا حتى افكار اخرين طبعا احنا اهمية القيادة بالروح بالروح القدس خليني يعني بالاول حتى نعرف الموضوع الحياة تحت سلطان الروح ما هو المقصود تحت سلطان الروح الحياة تحت سلطان الروح خليني الاول اوصل كلمة الناس لغد الوقتي ما بتعرفش ايه السلوس الاخدس ان السلوس الاخدس ابو ابن الروح خلص كل واحد فيهم ليه مهمة خاصة وخدنا كلمة اقنون من اللغة السريانية اللي هو قائم بزاته شخص قائم بزاته ولكن هما كلهم تحت شيء واحد اللي هو الرأس بيسموه في الإنجليز لكن هو الرأس وهو الله الكامل والله الكامل بيشتغلوا التلاتة مع بعض في هارموني في التناسخ في انسجام وفي محبة يعني الاب بيحب الابن والابن بيحب الاب والروح القدس اللي بيوصل المحبة بين الاتنين فنقدرش نقول ان لما فضت لنا حبة الله خل الإنسان عشان يكون على صورته ومساله لكن بعض الناس بيفتكن ان الروح القدس بيشتغل لوحده الاب بيشتغل لوحده والابن بيشتغل لوحده الحقيقة كل واحد عنده وظيفة معينة بيعملها لكن التلاتة بيعملوا بيشتركوا في كل الأعمال اشتركوا في الخلاص اشتركوا في الخليقة بيشتركوا في القيادة بيشتركوا في حياتنا لكن وان كان يتميز كل عصر وكل وقت بأن الآب متميز في ده والإبن متميز في ده والروح القدس متميز في ده وده السلوث الأقدس النهاردة وإن كنا نتكلم عن الروح القدس فالروح القدس هو الإقنم الثالث هو الله الموجود هو الله الحي الكامل المساوي للإبن ومساوي للآب وهو إرسالية يسوع علينا والكنيسة لأنه أنا يعني المفروض أننا أنطلق فيكون أفضل لكم لما أنطلق لنية الروح القدس وناس كتير عبرت عن الموضوع ده قالت أن يسوع في حياته مهما يقدر يقدم للناس الوقت محدود لكن الروح القدس لما يقدم يسوع لنا يبقى غير محدود ويسوع يظهر بقوته بسلطانه جوانا لكن هو كلمة تحت سيطرة لسلطان الروح القدس معناها أن الإنسان فشل من غير الروح القدس يعني لما نأخذ الآية اللي نتكلم عنها بحبها وبستمتع بيها الموجودة في كرونس الأولى 15-45 اللي بتقول أن آدم نفسا حية لكن يسوع كان روح محية فآدم كان نفسا حية وكان لي علاقة شخصية مع الله لغم أن الله خلق على صوته مساله لكنه اداله الحرية المطلقة أنه يحب الله وكان يردته والإنسان أخطأ الهدف آدم غلط لغم أنه كان عايش في حالة البراءة لكنه أخطأ الهدف ويعوقب وخرج من الجنة وجه في الجنة حطله في إصحاح ثلاثة آخره حطله كاروبين بسيف نار متقلم عشان يمنعه أنه يمر على شجرة الحياة فما يكلش منها فيحي في الخطية لأن الرب كان ليه خطة تانية أنه يحي حياة مباركة حتى التبرير إلى الأبد وده اللي حصل كان في خطة الله فجه يسوع صنع الخلاص ويسوع بدان الروح القدس والروح القدس هو اللي بيقول كل شخص فينا أن يقول أن يسوع رب نعم فبدون الروح القدس ما نقدرش نقول أن يسوع رب وبدون الروح القدس ما نقدرش الكنيسة تتكون الكنيسة تكونت بناء على عمر الروح القدس فيها فالتلميس كان يقولوا الروح القدس ونحن الروح القدس ونحن الروح القدس أرسلهم فكان الروح القدس بيتفاعل معهم وفعالات عظيمة وقيادة عظيمة فكان الروح القدس بيقول التلميس بيقول الرسل ويقول الكنيسة وجه أمر كتابي لنا من الرسول بوليس وهو يقول لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة ولكن امتلئ بالروح وده أمر شوية محتاج نفك ونفسره لأن الناس مش فهم إيه اللي بتلاقي بالروح أول حاجة إحنا لما بنؤمن بالرب يسوع وده اللي بيحصل بنختم بالروح القدس وفي اللحظة دي بيبقى زي ما كانوا بتختم الجنود زمان كانوا بتختموا العبيد زمان فيتختم إنك إنت ملك الملك ده في إحنا مختمين إن إحنا ملك الملك ده والجزء الثاني إن الروح القدس هو عربون إن إحنا هيكون لنا حياة بدية فهو ده العربون إن أنا وإنت هكون لنا أكساد ممجالز زي يسوع وهنعيش مع الأب بعد كده في حياة بدية ده العربون ده الدون بيمن بتاعنا أو يسمونه العربون زي ما ممندنا في مصر الدفعة الأولى الدفعة الأولى والي دفعة عظيمة فده اللي بيفرق بابين إن أنا ختمت لما أمنت إن روح قدس ساكن جوايا ولما أنا أمتلئ بالروح بعطي قيادة لروح قدس الامتاء بالروح ما هو اش حاجة بتنزل علي الروح القلس موجود في حياة كل واحد فينا بنفس المقدار انت عندك وانا عندي وكل واحد فينا مسيحي عنده روح القلس بنفس المقدار لكن الروح القلس بيعمل بصورة اكتر لما ندله مكانه وندله تفعله اكتر في حياتنا وندله ان هو يستمر ويسطر علينا فاذا عمل الروح القلس عمل عظيم جدا في حياة الكنيسة الأولى وفي ارسالية الكنيسة طبعا انت ذكرت يعني السلطان الروح وانه الانسان عصى الله والرب طرد آدم وفي نفس الوقت اعطاه ما يسمى الوعد المسياني ولكن في مجيء المسيح المسيح انجز الفداء تتكلم على دور كل واحد الى دور وان الروح ختم يختم هذا الخلاص كعربون للميراث يعني اللي بيتكلم عنه في الختم الختم اللي هو ان انا اصبحت ملك ليسوع ملك للآب لان انا امنت بيسوع بعمره على الصريب فانا اصبحت ملك لله انا ابني لله واسق ووسوق تام ان انا في ايد الاب لا استطيع احد ان يخطفني لان انا مختوم بروح قدس لكن انا النهاردة الروح قدس اصبح عربون لي الروح قدس جوايا كعربون بيأكد لي ان انا مستمر في العلاقة مع الله واني انا رايح السماء معاه وهو ضمان من الاب لي ان انا هروح معاه ان انا هكون لي حياة ابادية وده اللي كان طمعان فيه ادم عشان يأكل من شجلة الحياة فاصبح لينا في يسوع ان يسوع هو شجلة الحياة فاصبح لينا في يسوع ان احنا لنا ضمان حياة ابادية مستمر وذكرت الآية من رسالة بولوس الى كنيسة افيسوس ولا تذكره بالخمرة الذي فيه الخلاعة بل امتلقوا ذكرت انه محتاجين انفك هذه الآية حتى نفهمها الخمر رمى ابن شراب بيسيطر سيطرة مع الانسان لدرجة ممكن ان هو يفقد وعيه ويغيب عن الوعي فالخمر كان ده الحاجة الوحيدة اللي كانت عندهم زمانة ان هي بتغيب احنا عندنا دلوقتي حاجات كتيرة بتغيب عن الوعي الخمر والمخدرات مخدرات وا 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 اي شيء يفقدك الوعي الكتاب مقدس بيرفضه لكن بيطلب منك انك انت تعطي مجال اكتر في حياتك تسلم جزء من حياتك شوية بشوية للروح قدس فيتساطر عليه وكل ما يساطر عليك الروح القدس كل ما يستخدمك بصورة اكتر كل ما تكون في ارادة الله اكتر كل ما تصنى مشية الاب اكتر كل ما تكون بالفعل على صورة يسوع اكتر لان الروح القدس هدفه الحقيقي وحاجة واحدة انه يغير شكلي وشكلك وشكلي كل واحد فينا عشان يكونوا على صورة يسوع امين امين وخلينا نحكي عن عمل الروح القدس طالما ذكرت يسوع في حياة يسوع الانسان كابن الانسان على الارض على الأقل البعض يساء فهمنا في حياتنا احنا كمشور مزبوط كده لأن الرب يسوع لما جي جي الملاك للعزراء مريم وقال لها ما تخفيش المولود منك ده جاي من عند الرب روح الرب يظل لك وانت احتحبالي وتالدي ابنا يدعى عما ننويه في الجزء تاني او المولود منك يكون ابن الله فإذا الروح القدس كان موجود في الولادة بتاعة يسوع والروح القدس مولود في مولادة كل مؤمن لأن ما فيش مؤمن الولادة الثانية الولادة التانية ما هو نقسم العالم الجزئين ميلادة طبيعية انسان طبيعي زي آدم بالزبط زي آدم بالزبط وبيعمل اللي يعمله آدم وعشان نتغير من آدم وعشان يكون لنا صورة سماوية لازم نقبل عمر الرب يسوع ولازم نتولد الولادة تانية فيكون لنا هوية تانية يكون لنا شخصية تانية شخصية تانية كلمة شخصية أصلها في العربي مش واضحة شخصية أصلها طبيعة يعني جديدة الشخصية في الإنجليز اللي هي جزئين personality اللي تولدت به والكاركتر اللي أنت بيتنمو بي فالروح القدس بيدينا كريستيان كاركتر شخصية مسيحية وبيتضغير فينا كما كان الروح القدس موجود في ولادة رب يسوع الروح القدس مولود في ولادة كل مؤمن الجزء التاني والمهم والخطير واللي هو بيمثل الامتلاء الرب يسوع وفي آية معينة في يوحنة وهو يوحنة المعمدان بيشهد عن اللي شايفه في يوحنة واحد يقول كده أني أنا شهدت بأمانة ورأيت وبقول لكم الحق اتقال لي اللي حييجي الروح القدس كهيئة حمامة واستقر عليه هو ده الشخص الموجود وأنا أشهد بالحق إنه ابن الله الآية دي وضحت شيء معين بس اللحظة الوحيدة اللي استقر فيها الروح القدس على الأرض الروح القدس لم يستقر على الأرض أبدا إلى أن استقر على كتف الرب يسوع في المعمودية استقر فالروح القدس خد رحته بهيئة جسمية كحمامة خد رحته واستقر لأنه كان زمان ييجي ويمشي وييجي ويمشي في العهد القديم ايه والعهد الجديد احنا ما بيمشيش العهد الجديد احنا ساكن جوانا أمين أمين لكن هو الرب يسوع استقر عليه استقر عليه يعني معناها أن الروح القدس عارف مكانه أنه هيتابع مع يسوع وهيمشي مع يسوع وهيستلمي الكنيسة بعد يسوع عشان يمجد يسوع فده اللي حصل وده اللي بيحصل في حياة كل مؤمن في المعمودية ده حصل لما يسوع اتعمد بالماء لما فتحت السماء وقال هزها وابن الحبيب الذي به سررت وجاء الروح القدس بصورة جسمية صورة حمامة واستقر عليه لما استقر عليه أصبح الروح القدس بالفعل بيحرك يسوع المسيح الإنسان لأن يسوع إنسان كامل إنسان كامل بلا خطية وهو إله كامل فهو إنسان الله أو الله إنسان ما تفر اللي أنت عايز تقوله اللي تنزى بعض لأنه هو متميز في وضعه عجيب في مكانته فريد في نوعه فليعرف يسوع ما أقدرش يقول غيره أنه كله حلوه كله حلوه فوش حاجة وحشة وكمان لما تدرس أكتر فيه تعرف أن يسوع عجيب ما فيش حد زيه ما فيش حد زيه متفرد متفرد في شخصيته متفرد في أفكاره متفرد في طريقته كإنسان متفرد في كينونته كإبن الله فريد نعم فالروح القدس كان مستمر مع الرب يسوع في كل هذه الأمور وده اللي بيجي للمؤمن في اللحظة اللي ييجي فيها بعد ما يقامن يبقى عايز لي أشواء أكتر ياخد من الله وأشواء أكتر أن يدبع الله وأشواء أكتر يكون زي يسوع وده اللي بيجي بروح القدس يملأه طريق الامتلاء من الروح القدس الامتلاء من الروح القدس مش حينزم السماء لكن أكتر أنك أنت بتدي أكتر فالروح القدس يملأ أكتر بتدي أكتر من جوه تديره مساحة جوه حياتك تديره مساحة جوه قلبك وهو يملأ المساحة هو يملأ المساحة لغاية ما يمتلك بالتمام كل اللي عندك فتكون فعلاً مسيطر عليك بروح القدس تحت سيطرة وخيات الروح القدس وتعمل مشيئة الآب في كل ما تصنع فإذن في المعمودية استقر الروح على يسوع والكتاب واضح بقول ورجع بقوة الروح إلى الجليل أو كان يقاد بالروح إلى البرية إلى آخر اللي يجرب من إبليس ولكن إحنا كمؤمنين في يوم الخمسين انسكب الروح القدس وهذا الامتلاء لكل مؤمن يعني إذا بتوضح الفكرة خلينا بس أخذ جزئين التانية عشان أوضح بعد كده الرب يسوع اقتيد الرب يسوع روح القدس قادو قادو لفين يا حرام بدو يا حرام كانت مشيئة الله نعم بالنسبة لنا احنا حق حرام قادو فين احنا متوقعا لما رب يقودك هيقودك يدخلك الجنة لكن الرب يسوع اقتيد بيرروح القدس ودخله على انه يروح يسوم ويصلي وبعدين دخله فيه هذا البرية وبعدين بعد البرية وقافوا الفلبرية اللي يجرب من إبليس قافوا قدام إبليس عشان يجرب منه فإذا هو دا مهمة خاصة للعمل وده شيء رائع ما هواش حرام بقى دلوقتي لكن هو يبخت اللي يقود الروح القدس لانه بيكون في مشيئة الله فإذا قيادة الروح القدس مش دايما بتكون حسب مشيئتنا وحسب توقعاتنا وده الغريب يعني منطقنا البشري دايما مغلوط وبتغير من وقت الوقت المنطق الله سليم فالقيادة الروح القدس بتخلينا نمشي حسب خطة الله المرسومة لحياتنا وتنجح الشيء التالت الأساسي لكن بس الجدير بتذكر أنه المسيح انتصر على كل التجارب وانتصر على الشيطان كان بلا خطيئة وعشان أنت قلت الكلام ده كان بيستخدم المكتوب اللي المكتوب هو كلمة المكتوبة الموحى بيها من روح القدس لكل رجال الله فده قوة جديدة وعلمنا الريب يسوع أن احنا لما نتقل في حربنا مع إبليس نستخدم المكتوب عشان المكتوب يدينا انتصار الحاجة التالتة الأساسية نزل رب يسوع من التجربة وخد قوة جديدة وبدأ يمشي في المدن والقرر الجديدة يكلم ويوعظ لغاية ما دخل المجمع وفتح السفر وقال روح الرب علي لأنه مساح من يؤبشر المساكين بالضبط وقال الكلام ده الموجود في أشعية ونادي وسنة الرب المقبولة وقفل السفر فكان كل العمل عمل خلاص ونجاح ومعجزات وأمل وتغيير الإنسان فيسوع بالروح القدس كان بيعمل هذه الأمور لكن يسوع مش كل معجزاته بالروح القدس تليم فيه معجزات سيادية عملها عشان يثبت أنه هو ابن الله مش هننقش الموضوع دلوقتي لكن إحنا لنا الحقية لأن يسوع الدنر حقية والسلطان أن إحنا لما نكون تحت قطر روح القدس نعمل الأعمال التي عملها وأحسن منها لأن إحنا بنعملها حسب مشيئة الله لكن مش حسب لأن رب يسوع ما عمل شيء ولا معجزة تشوقف عشان يسر نفسه كان بيعمل كل المعجزات لكي يمجد الآب ويعلن سلطان الآب ويعلن أنه قاتم عند الآب طيب فإذن أتفضل فهذه اللحظات حصل لما جاء رب يسوع في النهاية قال لتلميزه ما تخرجوش من أرشاليم لا تبرحوا من أرشاليم إلى أن تلبس قوم الأعلى فاللي حصل أنهم قاعدوا في أرشاليم وكانوا 200 أو أكثر شخص وجه الروح القدس بصورة قوية عظيمة ودي المرة الوحيدة لقال فيها الكتاب وقدس أنه عمدهم بالروح القدس لأنه يحن قال هو ده اللي عمد بالروح القدس فعمد الكنيسة بالروح القدس وأصبحت كما من هبوب ريح عصفة والسنة والسنة مقسم من النار وكانوا يتكلمون بالسنة وكلها أمور لنازم بسيطة كانت تكون لها أمور مظهرية عشان تثبت وتظهر الروح القدس جواهم عشان يستخدمهم والله استخدام جديد عشان يكون لهم طريقة جديدة وفكرة جديدة في حياتهم للاستخدام بعض الناس بتستخدم الكلام ده لأن المعمودية الروح القدس هي في لنا سلطان الروح القدس على حياتنا بنفس المفعول بعض الناس بتستخدم كلمة المعمودية في أول امتلاء أنا مش هنتناقش فيها لكن الكتاب وقدس ذكر أول معمودية للكنيسة بعد كده ما زكرش الكلمة إطلاقا في أي حتة لكن الامتلاء بالروح القدس إنه وقع أن أنا أضح حياتي تحت سلطان الله أضحت حياتي تحت سلطان روح القدس فيحركني كما هو أشاء لست كما أنا أشاء وده اللي شفتنا في ربي يسوعه وبيقول له هذه الكاسة إن أردتها تعبرها عني لكن لا تكون مشيئتي بل مشيئتي فإذا سلم ما شئته للآب وعلمنا إننا حتى لو أنا مش عايز حتى لو الشيء مؤلم بالنسبة لي أنا ربي بديك السلطان لتحرك وده اللي هو الرب عايزه مننا إننا نحن نحرك حياتنا حسب ما شئته بقوة الروح القدس فإذا إحنا يعني لما تكلمت عن الروح القدس هو أقنوم في الله الواحد في الثلوث القدس مساوي الأب والإبن نعم وبعدين تكلمنا عن أهمية الروح القدس والامتلاء وسيادة الروح وسلطان الروح سواء في حياة المسيح أو في حياة المؤمنين ولكن في البداية أنت ذكرتك جملة سريعة ودمجتها في كده نقطة وأنا صحي لها ومشان هيك عاوز أسألك اللي هي إرسالية الروح في حياة التلاميذ لأن التلاميذ امتلقوا وبعدين خرجوا ولكن إذا فيك توضح لنا الفكرة لأنه ذكرت بشكل سريع أنه الروح مثلا يقول سريح أو شفنا أو رأينا الروح ونحن إلى آخره أنه فيه اندماج بالعمل خلينا منطقيين ونحسبها بدقة تلاميذ يسوع الحداشة كانوا معظمهم ناس عاديين ما فهمش لا البارع ولا المثقف ولا الدارس صيادين سمك ويمكن متى كان عشار ويهوزة مشي لأنه يهوزة كان من الجليل وخان فتلاميذ يسوع كلهم عاديين معظم رسل يسوع كانوا عاديين اكتم وقدس ما استخدمش حد ما قالش أن حد يستخدم فريد وفز من نوعه الوحيد اللي كان عنده معلومات وكان دارس كان الرسول بولوس وحطه بعدين اختاروا بعد ده الناس دي حسب مقيسنا احنا الفكرية اللي بوترس اللي أنكر اللي كان نفس كان شاهم ويقوله وحدش يقدر قرب منك ولو أموت معاك أنكر حسب المقيس البشرية الناس دي ما كانش ليها رجاء ما تقدرش يعمل حاجة ما فيش سلطان عندها لكن لما امتلقت بروح قويس ازدادت جهارة واستدادت قوة ونسمع كلمات بوترس فيها علم وفيها حكمة وفيها فهم وقال لهم الرب يسوع ما تخفوش لما يضغطوا عليكم ويسألوكم ما تخفوش مش مهم الجواب ايه انا هجاوب بالروح القويس ايجاوب على لسانكم فانا هتكلم ما تخفوش على لسانتكم بروح قدس اتكلم فيكم فإنزا الكنيسة اتكلم فيها الروح القويس من خلال التلاميذ اقتدهم في حياتهم واقتدهم في إرساليتهم وزع دهنة وزع دهنة وزع ده هنا لدرجة الفريزولي شاول برنابا برنابا وشاول عشان يطلعوا لأوروبا ووزع التلاميذ بصورة فوق مستوى المنطق البشري مش في هذه اللحظة حتى الآن إزاي الناس اللي توزعت بالطريقة دي إزاي إن الكلمة وصلت إلى هذه المستويات لأقفاق بعيدة ما كانش ممكن يحدث ده إلا بعمل الروح القدس ولازلنا لغاية اليوم بنحتاج إن خدمتك وخدمتي وخدمة كل واحد فينا إنها تكون مقادرة بروح القدس عشان تكون مؤسرة للتلاميذ لكن أخذ نموذج واحد بوترس يعني مهما قلت بوترس مش هتقدر تقول إن بوترس كان وعز جايد كان صيد سمك لكن جاه في يوم الخمسين والرجل قال وعزة واحدة وكسب فيها تلات تلاف يعني تلات تلاف ده بتكلم مع يهود يهود متصلبين الفكر يهود جاي من قوام مختلفة ويهود ما عندهمش استعداد إنه يغير أي حاجة يعني رجد كل التفكير بتاعه بتكعب جواه دماغه لكن الروح القدس اشتغل في تلات تلاف نفس فغيرها بوعزة بوترس اقرأ وعزة بوترس ما تلاقيش فيها حاجة فإذا كان بيشتغل مش وعزة بوترس سفر أعمال الرسل صحة تنين للمهتم في الموضوع فما تلاقيش حاجة فيها يعني تواوي تقولك يعني مزهلة يعني قال إيه اللي قال ما قالش حاجة لكن الروح القدس خد الكلام ده ببسطته وبسهولته ووصروا لنازي حتى بلغتهم عشان يقدر يأثر في قلوبهم عشان تلات تلاف واحد يبالوا رب يسوع في هذه الوقت فده اللي تغييري كان بيعملوا مكتوب وَلَمَّا سَمِعُوا نُخِصُوا فِي قُلُوبِهِمْ مظبوط الكلام ده وفي مرة تانية فلما سمعوا حانقوا في قلوبهم لما تكلم معهم استفانوس فإذا روح الله يعني بيفتح ومرات في ناس بتتصلب مثل استفانوس اللي أخدوه ويرجموه فإذا واضح أنت من كلامك أنه في الإرسالية لأنه في سفر الأعمال منشوف أنه فرز الخدمة أو شاول وبرنابة وابتدأوا في خدمات تبشرية من آسيا الصغرى لأوروبا مثل ما ذكرت ووصلوا في 25 سنة إلى 3 قارات يعني كل الإمبراطورية الرومانية بالإرسالية بقوة الروح القدس حتى في تقيق الكنيسة تلاقي مرقص منزل مصر تومى نزل الهند فتوزعوا حصل تشتيت الكنيسة وتشتيت مش هرجالة لكن تشتيت منطقي بتوزيع منطقي بتوزيع التلاميذ في كل مكان عشان توصل الروح القدس طيب رح نأخذ فاصل أخ أشرف نعطي فرصة لكل مشاهد إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار فيك تتواصل معنا رقم الهاتف موجود أمامك أو إذا بتحب تتواصل معنا على الصفحة بكل سرور نحب نساعد روحيا لكل محتاج وإذا عندك سؤال بكل سرور نحب نجاوب على تساؤلتك ابقوا معي رح نستكمل هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحب بقنا مشاهدينا في كل مكان معنا دكتور أشرف الويس عم بتكلمنا عن موضوع كتير كتير مهم إذا بتحب تسميه الامتلاء بالروح القيادة بالروح سلطان الروح إرسالية الروح كلها مسميات صحيحة بعد إذنك أخ أشرف إذا ممكن نوخد مكالمة وبعدين منكمل الحديث ميري أهلا وسهلا أنت معانا على الهوى مساء الخير أخ نزار مساء نور أهلا وسهلا ومساء الخير للأخ أشرف في الرب يبارككم يحفظكم يبارك تعبكم يعطيكم الأول روحية دايما يحفظكم يا رب تكونوا نور لكل العالم عادي أول شيء شكرا كتير شكرا كتير أنا بس بدي أسأل شيء نشكر رب يسوع أنه نحنا عواني خزافية الرب يعني قبل أنه يسكن روح القدوس فينا نشكر رب يسوع نحن تحتالي يعني روح الله سيكن فينا والإمتلاق بالروح القدس هيدا يعني عبارة أو إشارة إلى الإنسان المؤمن اللي بيكون ممتلق بالروح القدس بيكون بعلاقة أو برباط ما بدي أقول علاقة الحياة مع المسيح هي رباط هي رباط بالدم منا علاقة اليوم وبعد نترك يعني نشكر رب لأن الرب يعني سيكن بأرواحنا بأسيدنا هيدا الله العظيم اللي خلق السماء والأرض السيكن في نور لأيودنا منه كيف اختارنا وجعلنا أمة مقدسة شعب تناء نشكر رب يسوع من أجل عمله من أجل اختياره لألنا من أجلكم من أجل موته وإيامته أمين أمين أنا بدي أسألكم إخوتي الأحبة أنا بحبكم أول شي بالمسيح قد الدني وحنكون مع بعض إذا ما شفنا بعض على الأرض حنشوف بعض السماء أمين أنا عندي سؤال بخلال حياتي مع الرب وبخلال رسالتي ولمنقدم رسالتي المسوخ للأشخاص نشكر الرب نحن نعرف أنه لما نكون مملؤين من الروح القدس يعني الرب يبيعطينا الكلام هو بيتكلم من خلالنا ونحاول نقنع الناس ونقدم رسالتي المسيح ومثل ما تفضل الأخ وقال يعني بترس بكل بساطة كلمات بسيطة كان سيات سمك وربح 3000 شخص بموعظة وحدة بس نحن للأشخاص اللي من غير خلفية عم نلاقي صعوبة أنه نقللون الله الآب والإبن واروح القدس إله واحد أمين وينبغي أن تولدوا من فوق يعني طبعا بكذا طريقة بطرق سهلة بالكلام اللي بيعطينا ويالرب مرات يعني بكونوا ما بدي يعني أقول كلمة بشها تطلع من تم بس هيدا كتير عم نواجه صعوبة بأنه سكنا روح القدس بداخلنا وكيف الروح القدس بيتكلم من خلالنا وكيف منمتلأ بالروح القدس وكيف لازم نتوب ونجي لعند الرب وروح الرجل يسكن فينا وهيدي إشاوة أنه نحن أولاد للرب وأنه صرنا لأقله وإلنا حياة أبدية معه يعني من مع الأشخاص اللي من غير خلفية يعني كتير عم نواجه صعوبة بهذا الموضوع بزيك حاضر حاضر شكرا كتير أخت ميري ويعني أنت سمعت السؤال وفعلا مرات كتير نتهم بالموضوع أنه يعني هو يعني نبوة أنتو أنبياء وإلا كده كيف ربي كلمت أوضح بس أن أنا أتكلم مع ناس في حديثي مع الناس بيحصل إيه الناس بتاخدنا في أمور فرعية بعيدة عن رسالة الخلاص أهم حاجة قبل ما أكلم الناس علمونا أساساتنا والوداس اللي سبقتنا في الإيمان أننا نكلم الرب عن الناس قبل ما نكلم الناس عن الرب فإن لو كلمنا الرب عن الناس ده أول حاجة وصلينا وطلبنا أن هو يفتح فمنا ويدينا كلام فده بيدينا نوع من أنواع الراحة الداخلية أننا مش هنتكلم لكن الله بيتكلم فينا ده أول حاجة ثاني حاجة ما تخليش حد ياخدك لمنقشة فرعية لأن منقشة السلوس منقشة صعبة لكن خلينا نركز على حياة الرب يسوع اللي في الأنجيل قد إيه يسوع عمل قد إيه يسوع قدم قد إيه يسوع أحب قد إيه يسوع مات من أجلك قد إيه يسوع عايزك أنت عشان يديك حياة أبادية ده أول نقطة ثانية نقطة والمهمة الأساسية للمؤمنين أن المحبة بتكسب الناس دي أكتر من النقاش المحبة بتكسب لأن بدون محبة الناس دي بتسيبنا وبتشوفش فرق بيننا وبينهم ثالث حاجة حياتنا العملية ما أقدرش أتكلم مع الشخص وحياة العملية غير جيدة وأقوله قبل رب يسوع ما فيش فرق لأن المؤمن المؤمن زي باكل شاي ما بيبانش طعمه ريحته غير ما تحط في الماء السخنة فلما بيشوفونا في حياتنا العملية في التجارة وفي الألام اللي زيهم بيكون لنا ريحة المسيح الزكية وتكون حياتنا بتفيح بعطر المسيح وتكون طعمنا طعمه الناس دي بتعرف أن احنا مختلفين ويسألونا يسألونا عن سر الاختلاف اللي فينا وده بنقدر بيدينا فرصة أن احنا نجاوب أكتر بصورة أكتر لكن هو المهم أن احنا نتقرب من الناس نسمع منهم كل الأسئلة وبعد كده نبدي علاقة معهم لأن مش تقدر تكسب لواحد بخمس دقايق في كلمتين دقايق يعني ما يكون جاهز قوي ويكون حسب حسب أغلب السكر محطوط له ناس كلمتوا قبله مرات عديدة فأنت بتقفل آخر مرة وتحط آخر قلب سكر لكن معظم الوقت أنك تبدأ بعلاقة شخصية مع الشخص وتوري المحبة وتبدأ تكلمه عن يسوع ركز على يسوع في كل إمكان ركز على يسوع والشيء المهم أن شخصية المسيح متفوقة سامية لا تقارن لا بنبي ولا بشخصية عظيمة ولا بأي حتى لو أجلت تتكلم عن أي ناحية من حياة يسوع فعلا متفوق أصلا مثل ما بتسمعوها دايما مني عيب أن نقارن يسوع في أي نبي في أي شخصية أخرى رح أخذ كمان مكالمة سريعة أهلا وسهلا أبو مهند انت معانا على الهواء مساء الخير مساء الخيرات أبو مهند تفضل تحية تحية محبة وتقدير واحترام للأخ الفاضل والعزيز نزار شهين ربنا يبارك والأخ الخادم الخادم للرب أشرف أمين اسمحني بهذه الكلمة فضل الحمام السماوية يعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد وردت في يحنى 14-16 الروح القدس أو الحمام السماوية أتى بالتشديع والأمل والرجاء للكنيسة الرسولية الأولى وذلك في يوم الخمسين وذلك في يوم الخمسين يوم حلوله على أرضنا هذه وقبل ما ترك المخلص أرضنا هذه وعدبا يرسل لنا معزيا آخر ومشدعا فالروح الذي نزل أكد الرسل والترامين بأن الرب يسوع قد عاد إلى يمين عرش العظم في الأعالي وقد تم ما وعده لهم كما ورد في الرسل الثنين الثلاثة الثلاثين الروح القدس يشهد اليوم لأرواحنا بأننا أولاد الله ويذكرنا بأن لنا شفيعا وهو الرب يسوع المسيح له المجل الحمام السماوية تطمئنا بأن كل شيء على أحسن ما يرام لأن المسيح ذهب المسيح لكي يرسل لنا الروح القدس يبقى معنا وقت الأبد وشكرا شكرا 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 أبو مهند ربنا يباركك شكرا على المداخلة أخ أشرف بالوقت اللي معنا والوقت عم بيركد كنت عاوز أسألك كان في حلقة تكلمنا فيها عن يوم الخمسين واتذكر أن الروح القدس في العهد القديم كان يحل على رجال الله لمهمة خاصة وخلاص لكن في العهد الجديد أنت ذكرت أن الروح القدس استقر على يسوع ويوم الخمسين انسكب الروح القدس على كل التلاميذ وابتدأت الإرسالية خلينا نرجع للعهد القديم وإذا فيه مثال تعطينا من العهد القديم العهد القديم كان فيه ثلاثة أعمدة للحياة الروحية والمدنية في العهد القديم كان النبي والكاهن والملك الناس كانت بتبقى واخد مسحة خاصة من الروح القدس عشان تؤدي العمل الإله عادة أول ملك اختير لشعب إسرائيل كان شاول نعم وشاول الرب مسحه بالروح القدس مسحة خاصة وإن سمويل حطت دهن على راسه ومسحه قدام الناس كلها وقال لهم هو ده الشخص اللي اختاره لكم ملك النهاردة خلونا ناخد حياة هذا الرجل لأن الرجل ده متميز عن ناس كتيرا لأنه امتلأ بالروح القدس وحصل على الموهبة السماوية وقتاد بالروح القدس ولكنه خسرها فإحنا أصبح عندنا صورة كسب الأول وبعدين خسر فبنقدر نقارن ما بين حياته وهو كان تحت السلطان الروح القدس وحياته وهو مش تحت السلطان الروح القدس وحيات شاول ما هيش مسرة أو مسعدة جدا لكن في صمويل الأول الصمويل 11 ده الصمويل النموذجي بتاع حياة شاول قمة حياة شاول نشوف شاول وهو تحت قيادة الروح القدس بيتصرف إزاي شاول بعد ما تمسح ملك في ناس اعترضت عليه يسامويل مكتمو قدس أبناء بليعال في صمويل الأول عشرة وبعدين شاول راح يشتغل في الغيط في الحقل بتاعه عشان يعمل الشغل لأن الظهر ما كانش فيه إمكانيات تؤهله إنه هو يبقى في بيت وحرس وما فيش فالرجل راح اشتغل في بيته في حقله لكن اللي حصل إنه في قرية يبيش جلعاد جلعاد وطلب منهم إنه هو يا إما يا إما زي ما بيقول الكتاب مقدس إنه هو نحشان العموني دخل وطلب منهم إنه هما يكونوا عبيد لي ويستمروا عبيد لي ولما يكونوا ويقور عيونهم ودلالة وعلامة هذه العبودية لي إنه يخلع عنهم اليمين يقور عنهم اليمين ده عشان ينسب حماقة ويزل لإسرائيل ده اللي قالوا فقالوا له دينا إسبوع نرجع لك نرجع لك إنه يمكن حد يكون لنا قد يكون أنا خلاص فراحوا لغاية الجبعة اللي فيها الجبعة شاول وراحوا يتكلموا فوصل الكلام لشاول ولما وصل الكلام لشاول يقول الكتاب مقدس إنه امتلق بالروح وغضب جدا وصار إزاي يعني هياخد جزء من إسرائيل ويقور عينيهم وينسب حماقة لإسرائيل كان وطني على فكرة مش بس كان وطني الروح القدس وطني الروح القدس فيما هو الممتلقات الله لأن الشعب أرض إسرائيل بالنسبة لهم هي مراس إلهي ده الرب ما خلهمش حتى يبعوها ده كان يبعوها بالزمن بس في الآخر يمتركوها تاني مراس إلهي لا يباع اللي هو في يوم الخمسين استرداد الأرض استرداد الأرض شاول حصل في سنة الخمسين اليبيل أيوة شاول حصل في حياته وحصل في حياته لما صار وقام ست حاجات تبين تدلل لنا إيه هي إيه هو سيطات الروح القدس إيه هو الامتلاء بالروح القدس إيه هو الحياة المقادة بالروح القدس تفضل أول حاجة في حياة شاول وده شيء أساسي ومهم إنه إنه هو إنه هو إنه نحن نهاجم العدو بدل ما نتوافق معه اللي حصل بعد شوية إنه شاول صار وهاج ورفض خطة نحشان نحاش ودخل يحارب جديد عشان ما يحصل شيء ليبيش جنعات إنهم يمتلكوها وضيعوها ده لما كان تحت سلطان الروح القدس طب لما فقد الروح القدس عمل إيه شاول نتفرج عليه قدام جليات الجبار دخل ويقفوا قدام بعض في الحرب وهم موقفين في الحرب وقدام بعض طلع واحد من الفلسطينيين وقال لهم واحد من الفلسطينيين وقال لهم اللي هو جليات الدنيا مبارز الدنيا محارب الغريب إنه شاول يكتبه قدس يقول عنه إنه أطول واحد في إسرائيل وإنه كدفوا كدفوا أعلى من رأس أي واحد فيهم فشاول للعملاق اللي في إسرائيل كان طويل وقوي فشاول خاف وارتعب وما قدرش يواجه العدو ومش بس كده شاول ما فهمش خطة خطة الفلسطينيين كل مخدس ما قالش إنه إحنا نحارب واحد لواحد قال نحاربهم نحاربهم شعب لشعب ونمتلك الأرض فشاول ما فهمش إنه جليات وقعه في الخي وقعه في خطة غريبة ولكن انخدع به لكن المفهوم إنه إحنا نفهم أفكار عدو ونفهم إنه إن خطة العدو مغلوطة دايما وإن إحنا يكون حياتنا لو أنا ممتلك بروح قويس أعرف تماما إنه ما هو للرب وهو للرب ما مفردش في حق الرب وإطلاقا إنه ما يكونش مبارزة شخصية بل يعني حرب جماعة بالزبط ده اللي طلب لكن جليات طلب مبارزة شخصية وشاول ما قدرش يرفض المفروض إنه شاول كان لم الجيش ودخل الحرب لكن ما عملش دال إنه كان خايف بقول الكتاب لأننا لا نجه الأفكار لازم نعرف العدو بالزبط كده ومش بس كده قال لنا إن إحنا لما نواجهه يهرب منا فالعدو ما هوش زكي العدو ما إلا هو بيستخدم نقاط ضعفنا لكن لأنه شايف إن إحنا عندنا ضعف لكن لو إحنا من قديم بروح قويس ما فيش ضعف أنت قام شاول بجيش أقل من جيش نحاش وغلب وخلص وخلص يبيش جنعاج وعملوا له اسم وحبوه وصرع انتصار وفي هذه اللحظة أصبح شاول ملك في اللحظة دي لما انتصر أصبح شاول ملك النقطة التانية المهمة الأساسية المشكلة الكبيرة اللي بتواجه الناس اللي بتبشر في كل مكان لما تكون ممتالب بروح قويس بتمتالب الشجاعة لما ما تكونش ممتالب بروح قويس بتمتالب الخوف شاول ارتعب وشعب اسرائيل ارتعبوا من جليات الجبار جالهم رعب لكن شاول ما خفش من نحاش وما ارتعبش من نحاش بالعكس ده جمع شعب اسرائيل كان عنده بقرتين بتوعب يسموه فدان بقر بقرتين أطرحهم حتة توزع لكل اسرائيل حتة وقال لهم اللي مش هيجي يحارب ورايا حيكون بقر وزي دول وانا رب معانا وتعالى حارب فده ده اللي حصل فكان شجاعة غير عادية في حياة شاول لما كان ممتالب بروح قويس لكن حصل نوع من أنواع الرعب والخوف والجبن لما شاول ما كانش ممتالب بروح قويس نلاحظ الموضوع ده ملاحظة غريبة جدا وده اللي بيحصل معانا لما بنقوا ومتالقين بروح قويس وينكلم عن رب يسوع بيكون عندنا شجاعة بيكون عندنا فكر بيكون عندنا فهم لما بنعمل المهام اللي طلبها مننا ربنا حتى لو كانت صعبة بتبقى مقادة صح وبتطلع صح وبتطلع أمورنا كلها مرتبة حسب نشيئة الرب يعني استفانوس كان مملوء بروح الشجاعة روح القوة حتى هو عم بيرجم عم بيوصل طب وصل داود الفتى الصغير اللي ما قدرش يلبس بدلة الحرب راح يحارب جليات منين جات له الشجاعة دي كان ممسوح لأنه مسحه مسحه سموين ملك لكن فدخل لكن للرب اللي وضع في يدي الدب والأسد أنا يحطف إيه دي جليات وقال له كلمة المشهور أنت تأتي إليه بسيفين وتونسون ورومحو أنا يأتي إليك بإسم رب الجنود لأنك قد عيار شعب صفوة إسرائيل في إذن كان عنده شجاعة غير عادية شجاعة غير منطقية مشكلتنا النهار ده في العصر حديث إن احنا بنحسبها وبنحسبها غلط لأنه بنحسبها حسب المنطق الإنساني وهتأثر عليها إزاي وأعملها بقدي إيه وأفكر فيها إزاي لو كانت تلاميذ عملوا الكلام ده ما كانتش وصلتنا مسحية لكن الشجاعة اللي حصلت هي دي شجاعة غير عادية وده اللي طلبها مننا ربنا وعايزنا نكون عندنا شجاعة غير عادية ويكون عندنا بالفعل جراءة ويقول كده في روميا 8-15 وإزلم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني الذي نصرخ به يا أبا القاب فإذن احنا خدنا روح البنوة روح الشجاعة يعني هكون صريح معاك كلنا مرة علينا حكام كويسين ووحشين لما يكون ابن الملك ده ابن الملك لما يكون ابن الرئيس ابن الرئيس أنت ابن الملك وروح قدس بيقول ده أنه أنت بيقول جواك هو أبا القاب فما يكون عندك الشجاعة مسنود على أبوك اللي هو أبوك اللي هو عمره ما هتخلى عنك فإذن الشجاعة بتيجي من إيماننا وثقاتنا أنه هو بابا القاب وأن يسوع موجود جوانا والشجاعة بتيجي من ثقاتنا وإيماننا أنه هو هيتكلم فينا بروح قدس والشجاعة بتيجي أننا بنعمل الصح لأنه بيقودنا في الطريق الصح فإذن الخوف ملوش مجال في حياة المؤمن يمتالي بالروح قدس نعم الشيء الثالث والمهم الحقيقة وده المهم لأن الأغراض الشخصية سيطلت على المجتمع العالمي والناس كلها بتفكر مي مي سيلفاً أيام أنا ونفسي وبعدي الطفان لكن هنا روح قويس بيخليك بتخدم بيوجه فكرك أنك تخدم الناس مش تخدم أي حاجة تانية لكن تخدم الناس بصورة قوية وتخدمهم مش عشان بتخاف منهم أو بتتعب منهم أو أنك بتتراجع لأنهم ما ممكن يأذوك لكن بتخدمهم لأن دي مهبة الرب لك لأن دي عمل روح قويس جواك محدش قال لي شاول ادخل الحرب يا شاول لكن شاول حسب المسؤولية لأنه ممسوح بروح قويس أنه هو ملك على هذا الشعب وأنه ما يسمحش بالحد ياخد منه بلد وإزاي يهنوهم بهذه الطريقة فأنه كان بيخدم أهل يبيش جلعاد بهذه المهمة لكن شاول لما طلب منه سامويل أنه يحرم يحرم مليق وبعدين دخل خد الغنم وخد البقر ورجع وخد أجاج ملكهم وسامويل سمع من الرب قاله لو كان سمع مني الكلام كان مملكته سبتت روح قوله أن اللي عمله غلط لأنه أنا حشيره من ملك لدرجة أنه سامويل رح قاله أنت عملت إيه طاعة أفضل من الزبيحة قاله أبدا أنا اخترت خيار الغنم للرب إلهك مش حتى للرب إلهي ده رب إلهك أنت يعني عشان نسبح ليه من الرب إلهك فرد عليه قاله الطاعة أفضل من الزبيحة فده الخطأ اللي عملوا شاول أفقاده المملكة نعم أنه هو خاف من الناس يقوله أنا خفت منهم فعملت ده لا إحنا ما بنخافش من الناس إحنا ما بنعملش الغلط عشان بنخاف من الناس إحنا بنعمل الصح عشان بنحب يسوه أمين أخي أشرف إحنا عنا بعد بتقول فيه كمان ثلاث نقاط بسرعة بسرعة عشان الوقت فضل الغريب أن شاول كملك كان ممكن يطلب الناس تحارب معه لوحده لكن هو لما بعت أجزاء البقر للناس قال لهم أن تخرجوا للحرب مع شاول وصمويل فوضع النبي معاه في الأمور وده بيأكد لنا أن الروح القيز بيخلينا بيحسن انسجام في القيادات بيحسن انسجام ما بين المؤمنين بيحسن انسجام بيني وبين النس في المستوى الأعلى ويحسن انسجام بيني وبين المستوى الأسفل بيحسن انسجام بيحسن انسجام بيحسن انسجام بيحسن انسجام بيحسن انسجام وبيخلينا كلنا نحترم القيادات ونحترم الأب والأم ونحترم الأسرة ونحترم الترتيب ونحترم مدرسنا ونحترم بيكون فينا احترام لأن الإكرام لمن له الإكرام والإحترام لمن له الإحترام ده الروح القدس بيحطوا جوانا بيحصل إمتى ده ما بيحصلش احترامه وما بيحصلش إكرام لما الروح قلس ما بقاش موجود والذات يطلع جوايا لأن عندنا السلوس الشيطاني أو السلوس الإبليس اللي هو اللي هو اللي ضد العالم وإبليس والذات فالله القاب دايما ما بيحبش العالم وقانون العالمي وأنظمة العالم فلا تحبوا الأشياء التي في العالم لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم لأن الأب ما بيحبهش نضد الأب إبليس كان مسيطر تماما عليه فكرة أنه هو يحارب الرب يسوع فقال له لما قال لإبليس لما الرب يسوع لعن الحية قال له نسل المرأة يسحق رأس الحية رأس الحية أنت تسحق عقبه ففي حربة بين نسل المرأة اللي هو الرب يسوع وإبليس والرب يسوع انتصر في الصليب هاللويا وأصبح لنا حياة أبدية التالت الزات ودي أكتر قضية بتتعب الناس الزات الإنسانية لأنا الزات الإنسانية كل ما هتبقى هي على العرش كل ما أنا بديها انتاشي يا ذاتي وارتفع يا ذاتي وتعال يا ذاتي الروح القدس بيكون موجود لكن أنا لما أخضع ذاتي لله الروح القدس بيامتلك فده الجزء المهم جدا أن أنا أخضع للسلطات حسب مشيئة الرب نعم الجزء الثالث شاول عمل حاجة غريبة خالص في الصحة 11 قالوا عنه أنه هو بني عالم وقدملوش هدايا لما حطوه في الملك لكن بعد ما انتصر الناس قالت تعالوا نروح لموت الناس اللي رفضوا لتكونوا شاول فقالنا لا اليوم ده مش يوم مش يومع قبل حد اليوم ده كل الناس متسامحة كلنا كويسين ده يوم احتفال وسامح الناس أعداءه على هذا الأمر لكن شاول ما سامحش في أي حاجة ده شاول افترع على داود بعد ما خسر روح القدس افترع على داود وخرج حاول يضرب الرمح مرتين عشان يموته وفي بيته قدامه ويضربه مزيكة وخرج وراه هنا وخرج وراه هنا وأصبحت عملية مستمرة للحق بداود وعداوة وداود في كل مرة يثبت له أنه أنا ما عنديش عداوة ما عنديش استعداد أقتلك قتل بلد كاملة نوب كهنة نوب 85 كاهن 85 كاهن مع البلد كمان ما خلاش حد فأصبح عداء ما روش أي معنى لأنه خايف من داود وداود ده كان جوز بنته وكان نسيب وكان خائد جيش عنده وكان أمين لي فده الشيء الخامس الشيء السادس وده مهم عايز تخدم الرب لازم يكون لك قلب أنك تخدم الرب ما يكونش القلب بتاعك على مصالحك الشخصية شاول وهو بيخدم الرب كان ليه قلب صار وقام وعمل الحرب وقدم وانتصر وكانت بيقى نافذ المشن اللي الرب ادهاله اللي إرسالي الديهالك الرب لكن لما شاول فرق الروح القدس عمل حاجة غريبة خالص بدأ يبقى خايف على التاج بتاعه لدرجة أنه شتم ابنه وقال لي يا ابن المتحوجة وشتم شتم يوناثان وقال له لو ما ماتش داود أنت مش هتاخد الملك عمرك ما هتشوف الملك كان خايف جدا على الملك وتعب جدا الملك فإحنا المفروض علينا أن احنا مصالحنا الشخصية تنتهي وتبدأ من خلال ده مصالح الرب وعمل الرب والمشن بتاعت الرب ما يكونش الامبشن بتاعنا وتطلعاتنا وطموحاتنا هي اللي بتقودنا لكن الروح القدس بيقودنا عشان ما يجد الرب يسوع في حياتنا طبعا الكتاب بيتكلم عن شاول أنه فارقوا الروح وبغتوا روح رديء وكان مدرك داود جدية الموضوع قال وروحك القدس لا تنزعه مني ولكن نرجع للعهد الجديد احنا روح الرب سكن فينا وبيقودنا وبيكمل الارسالية في حياتنا معاك دقيقة ونص أخ أشرف عشان نلم الموضوع لهمية هذا الموضوع نعارف معلومات كتير وحاولنا نحصرها بجزء هاي ايه الرسالة اللي رب وضعها على قلبك توصلها لكل مشاهد الرسالة اللي على قلبي أن في ملء الزمان جه يسوع نعم وجه يسوع عشان يحقق مشيئة الآب أن يعطي حياة أبدية لكل واحد فينا لأن هدف الرب كان في الأول أن آدم يعيش لأنه في شجرة حياة كانت موجودة في الجنة ودي ما بتجيش غير أن نحن نأمن بعمله على الصريب أنه مات علشان وده بييجي لأن الروح القدس بيكلمنا وينخص قلوبنا ويتعامل معنا فنقبل الرب يسوع مخلص وملك وسيد على حياتنا وعندما نبدأ بهذا العمل نختم بختم الملكية أن احنا ملك للرب يسوع ملك للآب ملك الروح القدس وبعد كده بعد كده ننفتح على الروح القدس نطلب أن نمتلب الروح القدس فالروح القدس يقود حياتنا وكل ما نقضي الروح القدس مجال في حياتنا كل ما الروح القدس يقودنا ويقدسنا ويقعنا على صورة يسوع أخ أشرف الوقت أزف الرب يباركك وشكرا جزيلا على محبتك وخدمتك وصلواتك وعلى قلبك المشتاق أنه يخدم الرب رغم كل مشاغلك الكتير بصل لأنه الرب يقودك ويباركك حباء اسمعنا من الأخ أشرف يعني عمل الروح القدس عمل عجيب مش بس في الخلق وبالفداء ولكن في الامتلاء أيضا فالروح القدس يبكت على خطية والروح القدس يقودنا إلى يسوع المسيح والروح القدس يذكرنا ويعلمنا ويرشدنا في كل شيء الروح القدس يساندنا ويعزينا ويشجعنا والروح القدس ملازم في حياتنا وبيتكلم فينا ومن خلالنا فأنا بصلي أنه فعلا المؤمن يمتلئ من الروح القدس ورح نشوف البركات العديدة من خلال الامتلاء من الروح القدس وإذا محتاج صلاة وإنه فعلا ساعدك في هذا الموضوع تواصل معنا رب باركك اشتركوا في القناة